موسيقى 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 السلام عليكم اذا بالنسبة لمباراة فارق الرجاء الريادي الودية لدريال بيتيس التي كان مقرر اجراؤها السابع من غشت القادم فقد تم الغاء المباراة وشرح الندي الرجاء الريالي اسباب الغاء وديته امام ريال بيتيس وجاء ذلك في بلاغ نشره عبر حسابته على مواقع التواصل الاستماعي ان اسباب الالغاء تعود لاجتماع بين مكون التقم التقني الفني والمعيد البدني بن ونيس واشار الفارق الاخضر الى ان اسباب الالغاء تعود لطابع تقني خالص يتخذ من الرؤية والتخطيط التقني الذي يتخذ من اقتصاد المدر والتقم الفني وافرز الاجتماع عن الغاء السفر سوف اسبانيا واستكمال تربوس بالمغرب بعد الوقوف على جهازية مجموعة وتحديد تواريخ دور تمهيدي من دور افطال افريقيا وذكر النادي الاندلوسي عبر موقعه انه سيواجه قادش بدلا من الرجاء الريالي الذي لم يتمكن من الصفر الاسبانيا لاسباب التي تم ذكرها سابقا في هذا الفيديو تقبلوا فائق الاحترام والتقدير ونلتقى الفيديو اخر ان شاء الله